مع حضراتكم مرة تانية مشاهدينا مكملين معاكم فقراتنا النهاردة في نهارك سعيد وزي ما كنت بقول حضراتكم في البداية عندنا فقرة نسائية بحتة وهي عن الاكسسورات الاكسسورات مهمة جدا أكيد كل واحد فينا وطبعا بتختلف الأزواق بيحب يلبس حاجات في نفس الوقت تناسب شخصيته وفي نفس الوقت تكون مختلفة أفتكلم الاختلاف ده شيء مهم جدا الحقيقة أنه بجد الاكسسورات اللي معانا النهاردة أو مصممين الاكسسورات اللي معانا النهاردة هم مختلفين بجد اختلاف في الماتيريال اختلاف في الزوء اختلاف في الألوان هنعرف منهم أكتر ونشوف شغلهم معاكم دلوقتي وهما منا وسالي عبد المجيد منا؟ منا أهلا جمالنا وورنا سالي عبد المجيد هما الاثنين أخوات على فكرة والاثنين خرجونا تربية فنية ومصبوط عرفت كل حاجة عنهم سالي أكبر من منا بثلاث سنين مش مخطوبين مش مجوزين مش أي علاقات تعاطفية نتكلم شيئا عن الاكسسورات طيب قوليلي بقى نبتدي معاكي وأولا احنا زي ما كنت بقوله انتو فعلا بتختلفوا بالماتيريالز اللي بستخدموها يعني خامات مختلفة تماما احكيلي شوية عن الخامات اللي انتو بتستخدموا أول ما تسمع كامل جوليري بيجي علي بلك على طول الميتل اللي هو الفضة أو الذهب احنا حاولينا نطور شوية من خلال كامل دراستنا خمس سنين بنرز كل الماتيريال بطلنا بعد ما خلصنا أخذنا كورشيز في إزاد سنعي جوليري كتعة مميزة فعلا أخذنا بقى من أول ماتيريال من الجلد الطبيعي العجاين الخرز الأحجار الكريمة مثلا زي الكتعة مثلا زي عايزاكي بقى كده إيه منا تتورينا وأنا هساعدك برضو مثلا اللقم دي دي معانا مجموعة خامات في كل واحد إن شاء الله تحاول تجيبه لنا أيها بالزبط نريد أن نشرح للناس أنه يا جماعة اللي انتو شايفينه ده كله جلد يعني أنا مش عارفة لو الخامة واضحة عند حضراتكم ولا لا بس هو كله يتكون من كل البني اللي جوه ده الأبيض في كحلي ده كل ده جلد مزبوط عندنا نوع كله جلد طبيعي ومتقفل من بره معروف أن الحجر بتقفل بالمعدن إحنا حاولنا نعمل فكرة جديدة نقفله بالخرز عملنا نوع فكرة العجينة بتخش العجين وتخش الفرن لمدة مثلا عشر دقيقة بتحاول البلاستيك خلاص ما ينفعش دي بقى كانت حاجة أوهارة عرفة نهاردة دي حاجة جديدة خامة مستوردة سأقول المعلومة اللي انت قلتيها إن لو دخلنا خامة فرن علشان نعمل فيها كده ما ينفعش نستخدم الفرن بعد كده في الأكل لا بالضبط هم جايبين فرن صغير عنهم بيعملوا في كل الحاجات بتاعاتها حالينا فكرة إن القفل تاع الراوند نيك بدل ما البنت بتبقى كان بيضايقها بدل الوقت بكباسين حلول سريعة بزوط عملية خلينا نقول كمان الحاجات اللي عجباتنا قوي يا سالي نتكلم معاك شوية ونتكلم عن اسمها البطانة أو الكافر اللي انتم بطنين بيه الأكساسرز من تحت لأنه زي ما حضرتكم عارفين فيه ناس كتير بتبقى بشرتهم حساسة من الحاجات اللي مش حقيقية أو من الأحجار اللي مش حقيقية فهما الحقيقة مبطنين وري عايزين نشوف فعلا في حالينا المشكلة دي مبطنين الأكساسرز بتاعتهم من تحت بده جلد برضو جلد طبيعي خامة أخاف شوية علشان الاحتكاج بالجلد بالزبط فعلا في ناس أول ما بتلبس أي برسليب بعد كده بيتحول معها بلون يعمل لون وبعد كده بيعمل حساسية فإحنا حالينا المشكلة دي تلبسيها الصيف شتا يعني متبسيها في الصيف مش ما تحلوش منها فكرة هاي للحقيقة استخدامكوا للجلود واستخدامكوا للخامات دي هل ده ما بيزويتش تكلفة الحاجات شوية علشان ألبس حاجة كلها جلد طبيعي أو ألبس تأكيد برضو وبيزوود التكلفة شوية أكيد طبعا فيه خامات بتتكلف معاك كيب تبقى الكتعة الواحدة مجموعة مجموعة خامات مع بعض فمثلا كتعة مثلا زي دي هاي دي أيوة دي فيها حجر حجر عقيق مع الخرز مع الشغل الخيمية اللي هو الخطة الخيمية مع الجلد طبيعي دي بتتكلف دي مجموعة خامات مع بعض وفيه كريشتال كمان فالمجموعة دي دي بخلاف كمان المجود وهي هند ميد كمان هاي الفكرة والدزايل كل حاجة الفكرة بتاعتنا والتنفيذ بتاعنا أكيد يعني بس مش تكلفة مش أوبر قوي يعني برضو يعني بس يعني أنا شايفاكوا بنات صغيرين برضو هل أنتوا في حياتكو العادية أو في حياتكو اليومية تقدروا تلبسوا الحاجات دي؟ أكيد أولا مثلا بتعملوا حاجات مناسبة أكتر للسن الصغير يعني حاجات بسيطة حاجات فيها ألوان يعني أنا عجبني قوي مثلا استخدام الألوان طبعا لأنهم برضو خرجين تربية فنية يعني ما هماش ناس هوا يعني هم برضو درسين اللي بيعملو حقيقي يعني الألوان مختلفة ومسج الألوان مع بعض فيه زوق يعني فيه زوق حلو قوي ده حلق اشرحيش فيه من الألوان ده في الكولور الشعبي واخد ألوان اللي زي الخيمية الشعبي مع الكف الماتيريال بتاعته هو خشب تنفع للصبح وقت زي دلوقتي أو ممكن برضو يتلبس بالليل حسب البنت لو بتحب الحاجة البسيطة تلبس حاجات بسيطة بالليل برضو ينفع يناسب كل الأوقات اه اه حقيقي لا هي فعلا فيه بقى حاجة مختلفة جدا سالي طلعي بقى الكوليلي في النص اللي هو العجينة اللي انت قلت لك هو ايوة اللي انت قلت عجينة ونشفتوها اول حاجة المتارية هم عجينة عاجينة اسمها بولي ماركلي هي عاملة زي التين السلصال بس هي مش تين السلصال لان التين السلصال بيوقف عند مراحلات التشكيل لكن دي بتشكليها والدخليها الفرن وتحتفظ بالشكل تتلع بلاستيك كده هنا اتجاهنا شوية هنا هلو أقول جري والبربل كمان يعني أنا كسرنا اللون فعلا ما هقولك حاجة دا اللي بيفرق بقى إيه لدارس فن على اللي مش دارس فن بالزبط انت دارسة فن هتقدر يتعملي هنا هو القيمة الجمالية ازاي هتعملي ترديد ازاي هتعملي تكرار فيه زو ازاي هتستخدم اللون هتدخلي ازاي هتستخدم الفراغ ازاي هعمل حاجة مثلا قريبة من نحت شوية الحاجة المعصرة في معظم أعملنا هنا بنشتغلها من التراث فيحنا حبينا نطور بالعجينة دا هي حاجة حديثة حاولنا نشتغل بها حاجة جديدة حاجة معصرة في حاجة هنا كمان ألوانها حلوة قوي دا حلق دا حلق برضو هما الاتنين نفس يعني دا واحد معاصر نفس الديزاين تقريباً بالشكل بس يعني من اختلاف الألوان وحاجات بسيطة أحب تشرحيهم برضو دا كنتمبوري قوي دا معاصر جداً الأخضر إنما القرنج اللي معايا دا حلق شعبي أو عربي تقال عليه حلق عربي أوي دا قماش الماتيريلي اللي فوق دا قماش على فكرة الحلقان اللي حضراتكم شايفينها دي انتو تشوفوها كبيرة بس هي خفيفة جداً بزفة يعني مش تقيلة خالص على الودان يعني مش مؤلمة أقصد يعني شكلها بس جيد بس المخاليات خفيفة جداً ما دي أكتر نقطة وحنا بنعمل زين ما سيبقى إيرنج يبقى لازم هو يبقى خفيف يعني مش هيأخذني مثلاً اللون أو الحجمة أو كده لازم أراعي لازم أراعي هو يكون خفيفة جداً مهمة أوي أنا صراحة عجبني اهتمامكم بالتفاصيل بالتفاصيل اللي هي مثلاً الناس اللي عندهم حساسية معينة مع حاجات المشحائية زي تقل الحلق تعالين نتكلم عندي كده مثلاً أيوة هنا استخدمناها كلها شغل خرص هند ميد هنا انتو بتستخدموا الخرز أنا شايف الخرز معاكم في حاجات كتير اه دي أخيمة الأساسيات هنا ديني الكتلة كلها شكل مش معروف ايه بس أنا لو فتحت كده هادي شكل مسلسات شكل مه دي ايه شكل مسلسات هنا باين أكتر في الشكل ده اه ايه هنا دي مسلسات كلها متجمعها ايه وقدرتها جمعها وعملت بها قتلة وتعلي شكل جزء خالص مختلف فعلاً هلوة قوي قوي دي يعني لو لابس حاجة كده صودة مثلاً بالليل تلبسي بس حاجة زي كده خلاص انها باردو حلنا الفيكرة عملناها دابل فيس تجاني تجاني بس تجاني تجاني تلبسي بس تجاني قلو للمؤدلات بتاعتكم بتفكروا فيها ازاي بتستخوها من هى زوجكو انتو الخاص بس كل واحدة فيكو عندها زوج مختلف يعني اكيد كل واحدة فيكو بتنيل حاجة معينة احكي لي اكتر احنا دامام شاب نشف ان مصر مكتبع كبيرة جداً غنائية بتراس من اوال فراعوني لغاية المعاصر لماذا لا نأخذ منها؟ لماذا لا نأخذ منها؟ لماذا لا نأخذ دائماً من تراثنا حاجة تكون شباهنا أكثر؟ كل مدين شاينة؟ بالضبط! لماذا؟ 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 لدينا حاجة حلوية ممكن أن نستغلها جيداً جداً بتصميمات جديدة بألوان تميزك يعني لازم التزينير يكون له ألوان وهو ما يمشيش تبع المودة فكرة استهلاكية قوي أننا أعمل ألوان تكون لسيزن معين لنأخذ الألوان مميزة لنا هذا غير الزان يمكن أن تأخذ حاجات من الفرعوني الإسلامي بالضبط! لدينا حاجات كثيرة جداً لدينا الألوان كثيرة والمودلات أكثر هذا مستحوى من الفن الإسلامي يجلن التركوز مع البوني هنا تربان فنائي هنا يبان الدراسة بالضبط! بالضبط! نحن لدينا مكتبات فنائية جيدة والألوان مميزة مع بعض وحلوة جداً هنا هذا مستحوى من الفن الإسلامي هنا استخدمنا مع الفيروس خدنا بقى من الفن الفراغوني نعمل مميزة بين التراث حلوة قوي 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 جميل! لماذا تراغنجل في شكل الحلوان؟ ماهي التباطك بيه؟ أسترحتوني؟ هذا التكنيك للنسج نفسه يأخذ شكل مثلث فإحنا ممكن بقى كوام الأوتلين بتاعهم متحدد فإحنا هنلعب جوه المساحة نفسها فنلعب بقى في تغيير الأشكال باللون باللون وتغيير المساحة نفسها جوه الشكل يعني ده مثلاً تلاتة معين جوه المساحة نفسها في واحد تاني اللي هو متقسم ده الضهر بتاعهم واخذ الشكل نفسه وفي أشكال كثيرة تانية بسيحنا بقى مش جايبينها كليهات كمان في عند سالي بقى بس يا سالي عندك كليهات كده أيوة طلعيها ده لونج نيكلس ده حلوة ده يعني هزن مستوحن مختلفة مختلفة تماماً يعني أنا شوفت ناس كتير قوي بتعمل اكسسورات بس حقيقي الشكل مختلف الماتيري المختلف يعني دي شكلها غريب قوي دي وقدم الفن المغربي شوية المغربي الفن العربي شوية حبنا إنهوات ما يبقاش بس السلسلة تبقى سلسلة بس وهنا عندنا الشكل بتاعها لأ حبنا إن إحنا ننضفها يبقى فيها حركة شوية دينا فيها شرابة في حركة هنا في رؤية العين بيتسوفيها فيه شكل بزبت بزبت الشكل نفسه مختلف يعني لو ملبوس على حاجة بقى كده السيدة خالص بتبقى هتبين قوي كل المثلسات اللي فيها يعني هذي كمان أكثر إنشاء بتتواجدوا فين بتعملوا معارض عندكم مثلا مكان معين بتبيعوا على الإنترنت يعني فيه ناس مثل تبقى عميين لفسهم مثلا إكاونت على الفيسبوك وحاجات يعني بتشتغلوا إزاي؟ نعم نعم كمان نعم ومثل سوف نعم أصبح ممكن برضو الشيرة أونلاين. شيرة؟ إسمه إيه؟ شيرة أونلاين. لا إسمه كايرو جولري. كايرو جولري؟ أوكي، أوكي، حاجات القاهرة. حاجات قاهرة. جداً جميل. طب منا إشرحي لي بقى الخاتمة التي أنت لابسها. أنا لابسها. ده عبارة عن طريقة اللبس تعته حتى غريبة. يعني بدل ما عد فيه بنا تتدايق أنه إيه ده مش عارفة خلعه مش عارفة إيه فإحنا عملنا طريقة جديدة للخاتمة. وده معمول كمان في الكرهيات أنتو عاملين لهم في الكرهيات. بجلدة شريحة جلد طبيعي. وعليها الاستوانة دي معمولة بالخرز. مديها حتى شكل جديد. ارتباطكو بالخرز الكبير اللي أنا شايفة أن كل حاجة فيها خرز. ليه؟ هل أنتو بتحبوا الخرز؟ ولا هي مثلا الخامة سهلة في تشكيلها؟ هي خامة جديدة ومحدش يشتغل بها. كمان بتميزنا بتميزت زي متعنييني. أي حد ما يشوف يقول اه لا خلاص ده كايلو جولري. كايلو جولري. منا وصيلي يعني حاجة يتميزك أنت مختلفة. كمان حبينا نبع شوية عن الميتال شوية لأن الميتال زي بي أكسد. وتقيل. وتقيل. أنا عجباني في الحاجات دي أن هي شكلها كبير بس هي خفيفة جدا. عايزين نتجه للجديد نشوف حاجة جديدة رؤية جديدة. كمان الخرز تقدري تعملي معها تشتغلي معها جلد. يعني تدخلي حجر. تعملي دمج. كيف كل الألوان الخرز؟ كل حاجة. كل الألوان نحو. لكن الميتال جولد سيلفر. يبدو كمانتهي الرمال والصيف. نحن في تقديمه في مرحلة الربيع وبعدين الصيف وأكيد الألوان تختلف ، يعني ليس لنفع بردو أن نكون في تقديم كل الألوان غوامء. ما هو الجديد الذي تحدد به مثلاً التقليدي الذي تتعمل به في السيف؟ نحضر لجديدة جديدة. المفروض بدل ما هو يقف كده مسطح. نحضر لجد امرقه بطريقة معينة جديدة. حاجة ليست موجودة في مصر بألوان سخنة جدا بألوان سخنة حاجة مميزة بنا حلوة فكرتوا تعملوا الخرس أو ترسموا الرسومات حلوة أو تجسموا هذه الأشياء على لبس؟ لا جميل جدا أنا مبسوطة بكم أتمنى يا رب أنكم دايما تلاقوا مجال حلو في الموضوع وأنه بجد يا جماعة عندنا حاجات كتير جميلة أنا مش بس مبسوطة بالأكساسلس مش بس مبسوطة بمنا وسالي إن أنا مبسوطة إن إحنا ممكن في قوم من الأيام نشوف بقى كل حاجة بنلبسها وبنستخدمها ومحلاتنا مليانة بكل الحاجات الصنعات في مصر صناعة مصرية مادن إيجبت عندنا أكساسلس حلوة عندنا لبس حلوة عندنا أفكار حلوة عندنا خريجات وخريجين الحقيقة يعني مليانين بالمواهب ومليانين بالطاقة نستبعد شيئا عن الاستراد وتعالوا نفكر إزاي ممكن نشغل بلدنا وإزاي ممكن نستخدم المواهب الجميلة اللي عندنا منا وسالي عبد المجيد بشكركم ونورطوني وسعيدة جدا بيكو وجود لك إن شاء الله بقى أكمله إن شاء الله وإن شاء الله في المجالات بتاعك وبعطونا بقى على الفيسبوك والتعالى المعارض وإن شاء الله نتواصل مع بعض مشاهدينا كده خلصت حلقتنا النهاردة من نهارك سعيد حلقة آخر الأسبوع زي ما دايماً بنتمنى لحضراتكم يا رب عطلة أسبوع ويكيند سعيدة يا رب دايماً يكون يوم إيجابي عليكم وعلينا وعلى كل المصريين بكل أمل وكل تفاقل بغت معاكم النهاردة حلقتنا في نهارك سعيد نشوفكم دايماً على ألف خير اشتركوا في القناة